في رسالة جاية لي من أستاذ حامد أبيل بيقول لي الإرهاب وتطرفهم نتاج فكر وعمل إرهابيين إرهابيين نتاج عقل وعمل علينا أن نركز على هذا الفكر والمادة الأولية له الدماء التي في أيديهم لا عليهم ولا على إرهابهم بل ما هو في أيديهم عايزي يقولي أستاذ حامد إن المشكلة الكبيرة في الهنة مش في السلاح اللي أنا شايل وفي السلاح اللي شايل وده الكلام ده كل المطول ما فيه اللي بيفكر ده والعمال يولد كل يوم ده هي دي المشكلة في ده يمكن هذا الموضوع الأستاذ محمد سلموي كان كاتب فيه المقالة الأخرينية ليه في الأهرام بعنوال لم نحارب الإرهاب بل تصدينا لجرأ إيمان المقالة اللي كاتبها الأستاذ سلموي في رزق منه وين وحين أقول أننا حققنا نجاحا في معركتنا الأمنية ضد الإرهاب فعلينا أن نعي أن نجاحنا كان منصبا على جرائم الإرهاب فقط وليس على الإرهاب نفسه فجرائم الإرهاب يطم تصدي لها بالسلاح وبالقانون وقد أدى السلاح واجبه بشرف وببسالة سواء على أيدي أبناء جيش مصر العظيم الذي اعتبر حربه ضد إرهاب حربا مقدسة دافع فيها عن تراب الوطن وسلمته كما دافع في الحرب التقليدية على مدى تاريخه أو على أيدي أبناء الشرطة الذين تصدوا بشجاعة للجرائم الخسيسة التي استهدفت أبناء هذا الوطن ومنشآته الوطنية وفي الحالتين سالت دماء أولئك وهؤلاء شهداء زينوا صدر الأمة كأوسمة الفخر البراقة في الوقت الذي قام القضاء وبوديبه في ملحقة تلك الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن على أن كل هذا الجهد كان موجها كما قلت لتصدي لجرائم الإرهاب وليس الإرهاب نفسه يعني النهاردة الإناء اللي بينضح البركة اللي بتطلع الشرر اللي عملها تطرح إرهاب شغال فالإرهاب يقوم على فكر منحرف تم زرعه في عقول ونفوس العناصر المغرر بها والتي تم تجنيدها لتكاب تلك الجرائم والفكر لا يقوم بالسلاح ولا بالقانون وإنما بالفكر والثقافة والأدب والفن فالسلاح في هذه المعركة لا يكون المسدس أو المدفع أو القنبلة إنما بالكتاب والفيلم والمقطوعة الموسيقية وهي جميعا أثلاحة أهملتها الدولة على مدى عقود سابقة فتركت الساحة خوياء أمام الفكر البديل القائم على التطرف والتعصب والطائفية وبيسترسل سيد محمد سلموي في المقالة وكان كاتب المقالة دي بيقول طالع هو بدأها بتساؤل هو بيقول هو صحيح أن الحكومة قلصت الميزانية اللي كانت معمولة لوزارة الثقافة وحتى لدرجة إن المشروع زي مشروع مكتبة الأسرة تقريبا ما فيش ولا مليم ليه في الميزانية اللي دي ده أو الموازنة اللي ده مكتبة الأسرة فيمكن شخص الماوي بتكلم على ده بيقولي الكتاب ده الكتاب ما هو الكتاب والكتاب والفكر الصحيح والفكر اللي هو الوسطي والفكر المعتدل هو ده الوحيد اللي يقدر يواجه الفكر المريض وحقيقة الأمر لغاية دلوقتي احنا في السكة دي لا نقول طيب تعالوا نشوف كل القوى النعيمة اللي عندنا ثقافة وقدم وفان ايه اللي تعامل في ضد اللي هم بيعملوا واللي هم مركزين فيه واللي هو أجهزة مخابراتية بتنقل فكرهم ده يعني حتى الفكر تم ترجمته على الأرض يعني هذا الفكر المعود تم ترجمته في مجموعة الجماعات المتطرفة اللي هي رفع الشعار الاسلام واللي هي بتتكلم انها عايزة تعمل دولة خلافة يعني ده العنوان الكبير وبيت البقى وبيعمل تحت هذا الاسم وتحت هذا العنوان ومقتنع بده سوى مقتنع بقى او الفلوس خليته اقتنع او ايا انما هو ده اللي موجود انا النهاردة عشان لان احنا الخطورة بتاعت الموضوع ده ايه ان احنا كتش لما نيني نلاقي ان فيه آلاف الشباب الاوروبي في رنف ده معنى كده ان الفكر ده وصل لانك واقنع الشباب ده المسألة اللي يعني وانا انا معها بضم صوتي لأستاذ سلموي لابد ان يتلحق بسرعة وان وزارة الثقافة تكون لها الميزانية الشرط انها بالميزانية دي تشتغل لازم تعود مرة اخرى بيوت الثقافة ولازم المكتبات دي يكون لها ميزانية كويسة وتحط فيها احنا كانت مشكلة في الفترة اللي فاتت لغاية ما تعملت مكتبة الاسرة والمشروع اللي كانت عملته السيدة زيزان مبارك حقيقة الامر في المكتبات واقرأ لها تأثير كويس هذا الموضوع فالنهاردة المكتبة اللي موجودة في مكتبة الاسرة دي بقت مهمة في شباب بيروح رغم ان العزوف او الشكل ان الشباب كله عاسف لا في شباب بيقرأ لازم لازم نعمل ده ولازم نحافظ على ده